السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي مرة اخرى في قناتكم شيوات سهلة واقتصادية. كنتمنى تكونوا كاملين بخيروا على خير واحوالكم طيبة. ان شاء الله اليوم جيتكم باقتراح جديد سهل وبسيط كيف العادة. والديد بزف ما تشبعوش منه مكونات اقتصادية بدون بيض بدون حليب ولا ياغورت هاد المرة ولا حتى زيت نباتية ولا زبدة باسهل وابسط طريقة. لكن اتمنى تبقى مع الفيديو للاخير باش تكتشفوا معي الاقتراح دياليوم. ان شاء الله غي يعجبكم بزاف ومتاكدة انه اذا جربته غيولي عندكم معتمد. على بركة الله غندوز مباشرة للمقادير مع طريقة التحضير. وكنت من اخواتي ما تنسونيش من تشجيع ديالكم بجملة الفيديو جزاكم الله خيرا. بسم الله في ايناء او لا في قصعة. نضع خمسمائة قرام من دقيق الفينو. او لا ما يسمى بالساميد الرطب او للساميد الناعم. من بعد ما نشكله حفرة في الوسط. هنوضح فيها ملعقة كبيرة من خميرة العجين. ملعقة تكون مملوءة جيدا ما يعادل تقريبا عشرين جرام من خميرة العجين. كنضيف جوج ملعق كبيرة من الزنجلان اي السمسيم. ملعقة كبيرة من نافع اي الينسون. مع ملعقة كبيرة من السانوج. اي الحبة السوداء. الان غنضيف ملعقة صغيرة من الملح. وبالنسبة لهذا الحبوب او لهذا الزرارح ممكن تضيفه اي اه منسمات اخرى مثلا حبة حلاوة. اي الشمر ممكن تضيفه. كذلك ممكن تضيفه بودور الكتان او لزريعة الكتان. انا غي ما توفرت ليش. انا كذلك غنضيف ملعقة صغيرة من الكركم البلدي الخركم بلدي العرق. اللي كنطحنوها ليدينا. والان عندي كاس دي الماء يكون دافي. كنفرغو فوق ديك الخاميرة. كنخليها تدوب واحد شوية تقريبا شوش دقايق حتى تلاتة. باش كتدوب لنا الخاميرة بنسبة لما يكون دافي. لان ده بلجو ره بارد. وهنا يعن ضيف نصف كاس دي السكر حبيبات. اللي كيبقى اختياري. انا بغيتو ميجيوني حلوين شوية. ضفت نصف كاس. ممكن تستغنوا على السكر نهائيا ما تديروهش في هذه الوصفة. انا انا نضيف مازال نصف كاس دي الماء اخر يعني استعملت كاس ونصف دي الماء دافي. وعلى بركة الله هنبدأ نجن. الخالطة ديالي في الاول كن ندوب ديك الخاميرة مع السكر. من بعد كنجن لعجين تيلي بهذه الطريقة هذه. بالنسبة للسكر كيما كنت لكم ممكن تستغنوا عليه نهائيا ممكن كذلك تضيفه غير ملعقة ولا ملعقتين واحتهد نصف كاس للسكر اللي اضفت رها ما كيجيوش حلوين بززاف يعني كيجيو اه ما بين الملوحة والحلوة واللي ما بغاش يضيف السكر نهائيا ممكن كيما شفتم معايا كنحاول نعجن لعجينة ديالي حتى كتنسها جملية مع ديك ديك الحبوب اللي اضفنا لها ديك الكركم كذلك كيدوب كنحاول ندعك بهذا الشكل هذا ومن بعد هنا يغا نضيف نصف كاس ديال زيت الزيتون كنحاولو نضيفو شوية بشوية وانا كندعكو باش كندخلو مزيان في العاجي صراحة كيجيو من الد ما يكون ديال هاد البرد هذا غير هما كيطيبو في الفرن ما شاء الله كيتلقوا واحدة رائحة يا سلام رائحة ديال الزمن الجميل كيما شفتم معايا بعد ما دخلت ديك الكيمياء اضفت الكيمياء الاخرى اللي تبقى تليا ستعملت نصف كاس فقط ديال زيت الزيتون غا ندعك العاجين ديالي مزيان واندلكها مزيان حتى كتدخل معها وكتشرب لياديك زيت الزيتون وكتولي عندي واحدة العاجينة اللي كتكون مدلوكة كتكون ملساء كيبقاش ديك الدقيق حرش من بعد ما دلكت العاجينة ديالي مزيان كيكون القوام ديالها بهتش شكل هذا كتكون عاجينة اللي هي رخوة متماسكة طرية كتكونش قاصحة كنديرها في ايناء وكندهنها بالقليل من زيت الزيتون غنغطى لها ببلاستيك عدائي ومن بعد غنلوح لها شي منديلها كامل الفوق وغنخليها تختامر مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالها ضروري تعطيوها وقتها في الاختمار حتى كتختامر مزيان الآن العاجينة ديالي اختامرات خدت ليا تقريبا نصف ساعة كيما شفتو ضروري تختامر جيدا حتى كيضاعف الحجم ديالها بهتش الشكل باش تنجح معاكم الوصفة خصوصا دبال حال بارد يعني حطوا العجين ديالكم حدا الفران او لحدا الفورن وانتم كتطيبو فيه باش تختامر لكم سرعة ومتاخدش وقت كتير كان دهن اه دهنة خفيفة فقط سطح العمال بالقليل من الزيت ونوضع فيه العاجين ديالي وغنقسمها الكويرات بالنسبة للحجم بغيتوا تديروا حجم كبير او لصغير انتم او الرغبة ديالكم هنا اهنا يدرت حجم متوسط خرجت فيها تمانية ديال الحبات بعد ما كان قطعهم كان حاول نقدهم بالنسبة للوزن اللي بغي يعبرهم انا درت فيهم تمانين جرام لكل واحدة الا كانوا كيتلسقوا لكم تقدروا تديروا القليل من الزيت فقط انا محتاجيش ندهن بالزيت فقط ديك الدهنة خفيفة اللي درت في الاول سطح العمل هنا يا غنوضعهم الصفيحة ديال فرن فرش لها ورق الزبدة ممكن تدهنوها غير بالزيت ومن بعد غنغطيهم بمين ديل وغنخليهم يرتاحوا عشر دقائق باش كي سهلوا علينا نقرصوهم من بعد ما خليتهم ارتاحوا عشرة دقائق كان نرجع عليهم كان بدأ نقرصوهم بهذا الشكل هذا كنحاولو نقرصوهم اه من الجوانب اكتر ومن الواسط ما تضغطوش عليه اكتر من القياس باش كي يجيوا زوينين في الشكل ديالهم وبالنسبة الا بغيتهم يكونوا مبسطين اكتر ممكن تبسطوهم بزاف بغيتوا غير شوية مهم انتم ما ورغبة ديالكم كيفاش كاتبغيوهم انا هنا قرصوهم واحد شوية ماشي بزاف مهم ديروا في بالكم انهم رمغة ديش يتنتفخو كتر من القياس حي ترمى فيهم ش دقيق الابيض يعني ما اذا ما تضغطوش يليهم بزاف كتر من القياس الان غنعود نغطيهم بمنديل ونخليهم يختامروا مدة ديال عشر دقائق من بعد ما دست عشرات دقائق رجعت ليهم كي ما شفتوا معي را اختامروا غن دهنهم باصفر البيض اللي مخلطة معه القليل من الحليب والقليل من الخل قطارات من الخل غن دهنهم جيدا ممكن تستغنوا على هاد البيض اللي ما بتوجد دهنهم به الدهنهم غير بالحليب من بعد ما غن دهنهم فهد المرحلة راني اه سخنت على الفرن ديالي حتى وباش يسخن ضروري يكون فرن سخون مزيان من قبل عاد ندخلوهم نبق منهم القليل فقط من زنجلان او اللي حبوب السمسم وغندخلهم للفرن اللي مسخن مسبقا شعل فقط من الاسفل غندخلهم نقص نار مهيلة ونخليهم يطيبوا على خطرهم حتى يطيبوا ليه من تحت ويبدأ يطلع معهم التحمار من الجوانب عاد نشعلي لهم من الفوق نار مهيلة بزاف ونخليهم باش كيتحمروا ليه من بعد ما كان نخرج طواء من الفرن كان لوح عليها منديل من فوق ونخليها غير واحد شوية يدفعوا كي يجيوا بهد الشكل كي يجيوا يا سلام عرفتو كيتلقوا واحد الريحة وهما كيتطيبوا في الفرن يا سلام عادوك الزرارة وهو واحدة الرائحة اللي كيتشم من راس الضرب الريحة ديال القراشل ديال ايان الزمن الجميل بدون اضافات كي يجيوا لدادين من السمي ذاك الزرارة احتكلوهم بلد هين بلد تحاجة كنتمنى تجربوهم لانهم فعلا كي يستحقوا تجربة ديال هاد البرد مع كويز ديالاتي يا سلام كي يجيوا خفاف مقطنين بشفشين لدادين بزاف كانتمنى ان شاء الله تجربوهم اخواتي وتردوا علي في التعليق قولوا لي كيفاش جاوكم كانتمنى اذا عجبوا الفيديو كيف العادة توصلوه الاكبر عدد من لايكات واللي باقي ما اشتركت شاندي اخواتي تضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش دائما يوصلكم الجديد ديالي كان شكركم جزيل شكر على حسن المتابعة وان شاء الله نتلقوا في فيديو اخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله